اشتركوا في القناة وموساته إلى أنجل الفقيد والأسرة آل ثاني الكرام داعينا المولى القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويرهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان مشيدا سموه بمآثر الفقيد الراحلي ومناقبه الحميدة ومسيرته الحافلة بالعطاء التي كرسها في خدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية من جانبه ما أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الولد الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية النبيلة التي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمتعه بمنفور الصحة والعافية اشتركوا في القناة وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر الشقيقة مساء اليوم لتقديم واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الولد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني رحمه الله وقد كان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار الدوحة سمو الشيخ جاسم بن حمد بن ثاني الثاني الممثل الشخصي لصاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدده من كبار المسؤولين بدولة قطر الشقيقة وغتبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع ممثل أمير دولة قطر الشقيقة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرية الأحاديث الودية بشأن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة ثم توجه موكب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يرافقه ممثل أمير دولة قطر الشقيقة إلى قصر الوجبة لتقديم واجب العزاء هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دولة قطر الشقيقة في وقت لاحق حيث كان في وجاع سموه بالمطار ممثل أمير دولة قطر الشقيقة رافق الصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال